السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل داجة واليوم بإدلة مع تحضير نص صفحة 57 و 58 الهلال الأحمر الجزائري أسئلة الفهم زائد الأفكار زائد ووظف تعلماتي زائد وقوم المتسباتي زائد تتضوق نصي للسنة الثالثة متوسط على المقطع الثالث التضامن الإنساني نبدأ أقرأ نصي الهلال الأحمر الجزائري من أقدم المنظمات التضامنية في الجزائر لا يزال يقدم خدمات إلى اليوم رغم مرور أكثر من نصف قرن على إنشائه تأسس الهلال الأحمر الجزائري في سنة 1957 نتيجة حكمية لأوضاع التي كان يعيشها الشعب الجزائري وثورته وكان الهدف من إنشائه هو إعطاء الثورة والقضية الجزائرية بعدا إنسانيا عن طريق اتصاله بالمنظمات الإنسانية في العالم خصوصا من الهلال الأحمر الدولي وصليب الأحمر الدولي ولقد نشط الهلال الأحمر الجزائري منذ تأسيسه في أداء دوره منطبه مثل الحصول على المساعدات الدولية وإصالها للاجئين جزائريين في كل من تونس والمغرب والتكافل بأعباء توزيعها على مستحقيها من أولئك الذين فقدوا كل شيء نتيجة الهجمات الشارسة لجيش الاحتلال على قرعهم ومداشرهم ولم تكن هذه المهمة سهلة لأي حال من الأحوال وذلك نظرا الإمكانات المتواضعة التي كما يتحصل عليها ولم يقص الدور الهلال الأحمر الجزائري على تقديم العون الغدائي للاجئين فقط بل تعداه إلى النشاطات الأخرى تمثلت في تأسيس مراكز صحية والإشراف عليها وإمدادها بما تحتاجه من الدواء والأجهزة الطبية وقد أدى الهلال الأحمر الجزائري دورا هاما في إطلاق صراح الأسرة الفرنسيين الذين كانوا يقعون في قضة الجيش للتحرير الوطني وذلك بتنسيق مع هيئة صليب الأحمر الدولي وهذا ما أكسب الهلال الأحمر سمعة دولية وهكذا تمكن عشرات من الأسرة الفرنسيين للالتحاق بعائلاتهم وذويهم بفضل جهود هذه المنظمة الإنسانية التي نجحت إلى أبعد الحدود في إبرز البشر الحضاري والإنساني للطور الجزائرية رغم طعوبة الظروف التي كانت تعيشها إذن ندينا في أدري لغتي حتمية بمعنى ضرورية المنوط المسند سمعة أي ذكر حسن أسئلة الفهم ما هو الهلال الأحمر الجزائر؟ الهلال الأحمر الجزائر هو جمعية إنسانية تطوعية جزائرية ما الغرض من تأسيس هذه الجمعية؟ الغرض من تأسيسها هو الحصول على المساعدات الدولية وتوسيعها على اللاجئين الجزائريين في تونس والمغرب متى تأسس الهلال الأحمر الجزائري؟ ولماذا؟ تأسس الهلال الأحمر الجزائري في سنة 1957 نتيجة حتمية للأوضاع التي كان يعيشها الشعب الجزائري وثورته ما الهدف من وراء تأسيسه؟ الهدف من إنشائه هو إعطاء الثورة والقضية الجزائرية بعدا إنسانيا عن طريق اتصاله بالمنظمات الإنسانية في العالم خصوصا الهلال الأحمر الدولي والصليب الأحمر الدولي للهلال الأحمر مهام قاوة من أجلها أذكر من هذه المهام الحصول على المساعدات الدولية وإيصالها للاجئين الجزائريين في كل من تونس والمغرب والتكفل بأعباء توزيعها على مستحقيها هل كان ذور الهلال الأحمر الجزائري توفير الأمن الغذائي فقط؟ علل إجابتك لا بل تعداه إلى نشاطات أخرى تمثلت في تأسيس مراكز صحية والإشراف عليها وإمدادها بما تحتاجه من الدواء والأجهزة الطبية هل كان الهلال الأحمر منعزلا عن العالم أم كان متفتحا عليه؟ واضح كان الهلال الأحمر متفتحا عن العالم والدليل على ذلك المساهمة في إطلاق صراح الكثير من الأسرى الفرنسيين بالتنسيق مع صريب الأحمر وهذا ما أكسب الهلال الأحمر الجزائري سمعة دولية أعطى الهلال الأحمر وجه مشرفا وحضاريا للجزائر كيف ذلك؟ ذلك بأنه تمكن عشرات من الأسرى الفرنسيين من الالتحاق بعائلاتهم وذويهم بفضل جهود هذه المنظمة الإنسانية التي نجحت إلى أبعد الحدود في إبراز الوجه الحضاري والإنساني للثورة الجزائرية الفكرة العامة تعريف بالهلال الأحمر الجزائري وذكر دوافع تأسيسه وإبراز نشاطاته المختلفة الأفكار الأساسية الفكرة الأولى الهلال الأحمر الجزائري وليد الظروف الشعب والجزائري وثورته الفكرة الثانية نشاطات الهلال الأحمر الجزائري إبانة طورة تحريرية الفكرة الثالثة نجاح الهلال الأحمر الجزائري في إبراز وجه الثورة حضاريا وإنسانيا المغزى العام من النص الهلال الأحمر رسالة إنسانية سانية أقوم مكتسبات قارن بين الأدوار التي قام بها الهلال الأحمر أثناء الثورة وما يقوم به اليوم الحل أثناء الثورة كان الهلال الأحمر يسعى لإعطاء البعد الدولي للقضية الوطنية إلى جانب تقديم المساعدات الطبية والغدائية أما بعد الاستقلال فأصبحت مهامه تتمثل في تقديم العون الغدائي تقديم يد العون في الكوارث الطبيعية وعمليات الإغاثة إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين أتدوق نصي ما الأسلوب الغالب على النص؟ الأسلوب الغالب على النص أسلوب خبر تأمل قول الكاتب ولم يقتصر دور الهلال الأحمر الجزائري على تقديم العون الغدائي للاجئين فقط بل تعده إلى نشاطات أخر أما المعنى الذي أفادته بل بل حرف عطف بمعنى لكن يفيد الإضراب تزاد قبله لا لتوكيد ما بعده معنى الإضراب سكت عنه وصرفت عنه النظر مثال ما جاء أحمد بليوس أنت تحددت ما جاء أحمد ثم أضربت عنه بالنسبة لهذا الحكم وأثبتت الحكم لما بعده فقلت بليوس ومثلها أيضا جاء أحمد بليوس وظف تعلمات جاءت كلمات النص في معظمها سهلة علي جاءت كلمات النص سهلة ليسهلة على القارئي فهم النص خلال عيد الأضحى قام فوز الكشافة الإسلامية الجزائرية بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري بجمع الحوم الأضاحي لتوزيعها على الفقارة زلت مقرهم وتبعت العملية لخص الخطوات التي مرت بها هذه العملية في فقرة من 8 أصل الحال مقدم قبل أيام من عيد الأضحى زلت مقر فوشي كشافة الإسلامية ورسلت عملية توزيع الحوم الأضاحي بالتنصيق مع الهلال الأحمر الجزائري حيث تم التفاهم على عملية الضمح التي تكون في اليوم الأول من العيد في المكتبة الرئيسية لتبدأ بعدها مباشرة عملية توزيع اللحوم على مئات من المحتاجين وتكون البداية مع النساء وكبار سني تشمل بعدها البقية مع أن الأسر ذات الدخل المحدود وكذا دار الأيتام وذور العجزة وتوزيع اللحوم في أكياس مغلفة جيدة وبكميات مدروسة حسب عدد الأطرار في الأسرة وذلك بعد الدراسة تقامت بها الجمعية بقبل أيام من الشروع في توزيع اللحوم وكذا عزائي التلاميين أكون قد أصنعي إلى نهاية الفيديو وأخيرا نتنسى الضايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس نحس لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته